مرجعنا لحضراتكم بعد الفصل عشان نكمل باقي أخبارنا وهنروح بقى المنتخب مصر أعلن الاتحاد الدولي اللي كورت القدم فيه عن التصنيف العالمي لمنتخب مصر الرجال حيث استمر في المركز الـ 35 عالميا دون تغيير ويستمر كما هو كخامس منتخب أفريقي يعني في التصنيف العالمي أيضا بينما تقدم المنتخب المغربي بمركز اللي يصبح الـ 13 عالميا والأول أفريقيا ما شاء الله يعني منتخب المغرب عاملين إنجاز كبير بينما استمرت منتخبات الأرجنتين في صدارة الترتيب ومتفوق طبعا على الفرنسا والبرازيل ومنتخب مصر فاس في الفترة التوقف الدولي اللي فات على منتخب زنبيا 1-0 وتعادل مع منتخب الجزائر في مراقوية طبعا واحد واحد كشف كمان محمد غرابة مدير منتخب مصر موعد مباراة منتخبه أمام جابوتي في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 26 وتحديدا يوم 16 نوبمبر موعدا لمباراة منتخب مصر أمام منتخب جابوتي على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 26 ومن المنتظر أن يكون منتخب مصر المباراة الثانية أمام سيراليون والتي ينتظر تحديد موعدها ومكان إقامتها من قبل الاتحاد الأفريقي طبعا في قصة كبيرة للمرشدة المعسكر منتخب مصر هينطلق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في الفترة من 13 إلى 21 نوبمبر زي ما قلت حضرتكم طبعا قصة منتخب مصر وسيراليون منتخب مصر عرض على منتخب سيراليون اللعب في القاهرة بسبب عدم اعتماد ملعبهم في تصفيات كاس العالم لكن منتخب سيراليون رفض بعد جدا عرض منتخب مصر إقامة المباراة في المغرب كحل بديل يعني وتكون أرض محايدة لكن فوجئ منتخب مصر بأن منتخب سيراليون طلب لعب مباراة في ليبيريا لكن اتحاد الكرة المصر بيحاول يضغط لإقامة المباراة في المغرب لأن جودة الملاعب طبعاً هتكون أفضل من ليبريا بكتير